السلام عليكم. السلام عليكم. فضل معي. معك ابو محمد او حسان. ما تقول حسين من لبنان. فضل يا حسين. يعني ما بيأثرش ما بيأثر. فضل يا حسين. استاذ اشرف. عنكم بالكتب لقالكم ان ابو بكر جمع الاحاديث اللي كانت موجودة عنده وحرقه. وبعدين عمر حرق الاحاديث اللي كانت موجودة على زمانه ومنع تدوين الاحاديث. فانتوا كيف بتقولوا انتوا اتباع السنة اللي ترك الرسول وهني اهرقوا الاحاديث. تانيا الرسول يا نقول عاش عشر سنين بالمدينة. فمانت انت في إلو اتنان وخمسين آآ. إلو خمسمائة خطبة جمعة. وانهو الاحاديث. آآ. خطبة الجمعة اللي كانت تحدث فيه وان الرسول. يعني ليش تم اخفاء آآ اثر الرسول. ممكن تجيب لأينا دليل ان ابو بكر حرق الاحاديث باحاديث صحيح عند اهل السنة؟ يا ابو بكر احرق الاحاديث. اهلّين النص يعني. حادث موجود عندك موجود واضح يعني. فضل اقرأ للمصفر. يعني اسحب بحكم من تليفوني. منا بدي جيب لك كمبيوتر لدور عليك. لاش عم بتخفي الحقيقة يا اشرف. تاني برضو. تاني برضو. يعني انا بسألك عن بص يسيبتك تتكلم. تاني برضو. ليس سألتك عن القدلة? روح دور يا اشرف. انا سألتك. روح نعم يا حبيبي. روح نعم. روح نعم. روح نعم الله اسلح حالك. روح نعم الله اسلح حالك وحلل لجابك. هو ده حسين اللبناني. اللي بعض الاخوة عايزة تسيبه. وتسمعه. بيقعد يتكلم. طب يا حسين في اني الدليل? انا هجيب لك لاكتوب عشان ادور. انا هجيب لك كمبيوتر. ويروح يرأ له كم كلمة في منتدى. يجي رصهم عندي. اولا موضوع حرق السنة. وحرق الاحاديث. هذا لم يصح عند اهل السنة. تم هناك حرق الاحاديث. تمام ده اولا. بعض الروايات الضعيفة اللي انت بتعتمدوا عليها. ما تنزمناش. ده اولا. ثانيا. عمر اراد الناس ان لا تنشغلوا بالسنة. تمام? عن القرآن. وده ورد في حديث ان هناك قوم كان حديث عهد باسلام. فقال قاطبهم بالقرآن ولا تحدثون بالسنة. ده اولا لان الاساس في تعليم الناس الدين هو القرآن. حتى لا يخفلت عليه الامر. ده الحديث عهد باسلام. اروح اقول له قال رسول الله وقال رسول الله اللي يتعلم الاول احكام القرآن بقول الرسول. خطب الجمعة اكتب بس في البخاري. كده افتح المكتبة الشاملة. يوم الجمعة. تمام? خطب النبي يوم الجمعة مثلا ما وقال. وهي احاديث النبي دي اصلا كلها ايه? اما من خطب للنبي يوم الجمعة. او مواعف قالها النبي في مجالس. او امور قالها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق. او امور ذكراها النبي في المسجد او امور ذكراها النبي على المنبر. فانت تقول لي عندك كزا خطبة جمعة. فين خطب الجمعة اخفيتوها ليه? طب انتو فين اظهروها انتو يعاني. مفوض احنا اخفناها بقى وانتو بتدعو علينا اخفاها. ورونا انتو حديث واحد بس. واحد بس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. حتى خطب امير المؤمنين عندكم. يدونا خطبة جمعة لامير المؤمنين عندكم صحيحة. خطبة واحدة صحيحة على شروط الشيعة في الم الحديث. برضو مفيش. احنا برضو اللي اخفناها. طب خطبة للحسين صلى بالناس بجمعة. طب خطبة للحسن صلى بالناس بجمعة. ولا كانوا بيصلوا مأمومين. طب خطبة لجعفر الصادق. طب خطبة لموسى بن جعفر. طب يديني خطبة لعليه ابن موسى بن جعفر. طب خطبة للمهدي. ولا هما بيصلش الجمعة برضو خالص. ولا هما كانوا مأمومين وليسوا ائمة. طب هو واحد يقول لي ايه يعني ما منفعش يصلوا مأمومين يا صاحبي. ضل ائمة. لا يجوز لهم ان يكونوا مأمومين. فسبحان الله.